النهاردة خامس يوم من رمضان ولسه بنتكلم مع حضراتكم عن المحطة الأولى من محطات سلام شهر رمضان السنة دي شهر السلام وهو السلام اللي عنعيش به مع الله سبحانه وتعالى والمحطة اللي احنا بنتكلم عنها دي هي محطة البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى والنهاردة عن نتكلم عن سلام افتقدوا كثير من الناس في ظل الحياة الكمية المادية اللي احنا بنعيش فيها وبتدوس علينا وبتضغى علينا هنتكلم عن عرضه عن سلام مهم جدا في المعاملة مع الله سلام لو وصل للإنسان بيحس بعزيمة بيحس بجلد بيحس انه عنده مدد وحاسس انه هو مليان السلام ده هو سلام التفويض سلام التفويض ده مرتبط جدا ومكمل لحلقة مبارح اللي احنا تكلمنا فيها عن سلام الحكمة الربانية لان احنا بنرتقي في سلم قاعدين بنرتقي في سلم رمضان عارفين ليه؟ لان احنا بنعتبر ان رمضان السنة دي بنأسس فيه حاجة اسمها مدرسة السلام مدرسة السلام اللي الناس كلها محتاجاة عشان تحتاج ان هي تهدى واكتر حاجة عن اتكلم عنها النهاردة واحنا بنتكلم في مدرسة السلام ان احنا عايزين نتخلص من حاجة مهمة قوي عارفين انتو ان لما نسب الامية بتزيد نسب الوجع بيزيد نسب الديء بيزيد ومبارح اتكلمنا عن الامية المتعلقة بفاهم الحكمة الربانية لكن النهاردة لازم نتكلم بقى على ان احنا وبنتكلم عن سلام التفويض ان احنا عايزين نحاول بقدر الامكان نتخلص من امية قراءة الاقدار لان فيه اوقات كتيرة الناس كتيرة بتحس ان فيه اقدار ممكن انسان ما يعرفش وجه الحكمة الربانية منها وممكن يفتقد السلام في وقتها فحبينا نقول عشان ما تفقدش سلامك في الامور اللي انت ما تعرفش الحكمة فيها من الحكمة الربانية اللي ربنا وضعها تعال انكمل ده بسلام التفويض في حالة سندة في مجتمعنا جدا اسمها ايه امية قراءة القدر هو القدر بتئري يا مولانا انت ما اسمعتش قوله تعالى في اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم اول قراءة فرضت على حضرة النبي وفرضت علينا هي قراءة الكتاب الله المنظور وجزء من قراءة كتاب الله المنظور هو قراءة الاقدار ان انت تقرأ القدر يعني ايه الناس مش قادرة تستوعب مراض الله منها ولا قادرة تفهم الحكمة مما يجري عليها سبحانه وتعالى ومش بس كده ده ممكن يوصل بالانسان الامية في قراءة القدر انه ويخاطب ربنا باسلوب لا يليق فتلاقيه بيقول ليه يا رب تعمل فيا كده اه اصلا احنا بنتكلم مش معنى ان احنا في رمضان ان احنا بنتكلمش عما يفسد الروح احنا عايزين نتكلم الكلام اللي بنتكلمه عننا احنا فيه ناس كتير بتقول الكلام ده بلسانها وناس ساعات بتقولوا جوه قلبها وساعات بتبقى متضايقة ومش عارفة تتخلص من ده فيه ناس كتير جوه في قلبها بتقول كده وتبقى يا عيني مش عارفة تتخلص من ده علشان كده كل مرة بنحاول ان نزيد في نشر ان احنا نزيد ونعمل ايه وننشر فكرة السلام في التعاون مع الله ولكن بيقابلنا صعوبة ان احنا كل من نتكلم عن السلام في التعاون مع الله عن طريق ان انت ترى وتنظر الى الدنيا من عند الله وفقه مراد الله عشان تشعر بانك انت مفي حضرة مولاك بيقابلنا ناس كتير يقولوا الكلام ده اللي هيعيش بسلام التفويض ده هيستوي عنده على فكرة هيستوي عنده حكتين ان هو يبقى معاه او يبقى معهوش ان هو يجيله او ما يجيلوش هيتسوي عنده المنع والعطاء ليه بيتسوي عنده المنع والعطاء لانه بيتحلى بالقناعة القناعة اللي هي ايه انه مقتنعة مقتنعة بايه مقتنعة بان كل شيء في حياته بقدر بتدبير بعض الناس بيفاموا ان بقدر بمعنى بقهر او بسلطان ولكن بقدر معناه عندنا منضبط ومحكم يعني لا عباسية في الحياة مفيش حاجة ابدا عباسية وده مش معناه انه مفروض عليك بمعنى انه هو فيه حاجة بتزلك وبتمنعك من خيرك لا دا اللي مقدر ربنا واللي في خيرك لذلك دايما بقول علينا ان احنا نعدل مفهومنا وفهمنا عن القضاء والقدر فنفهم ان الاشياء التي تسيرنا ولكن الى اين تسيرنا الى فين الى خيرنا والى ربنا فالقضاء والقدر قدمين بيأخدونا للسير الى الله احنا ان احنا لما بنعاكس ده بنحس بالألم والوجع لكن دا اللي بيودينا للخير ويودينا الى الله ولذلك انا بحب دايما اسم القدر بسمي ايه كتاب توددات الله سبحانه وتعالى او كتاب ألطاف الله فكلما تقرأ في كتاب في كتاب ألطاف الله تجد اقدارك مكتوبة بمداد من لطف الله بأقلام من ود الله فهو كتاب لطف الله كتب بمداد من ود الله هو دا القدر ايه دا يعني القدر دا مش مليء بالاختبارات والأوجاع والألام والأحزان هيتنا تناسب ازاي دا كده مع قوله تعالى الله لطيف بعباده هيتناسب ازاي مع كتب ربكم على نفسه الرحمة هيتناسب ازاي دا لو خلقتموه من رحمتموه هيتناسب ازاي دا مع دا هو معنى ان انا ما بعرف شقرة يبقى الكلام اللي مكتوب دا شر وانا ما اردهوش وهو كله خير هو معنى ان انا مش عارف الاحداث اللي بتجري علي ما وراءها يبقى انا اجزم بان يا شر انا مش فاهم اه ممكن اكون اتوجعت قد يكون اتوجعت وهو دوت اللي بيقوله العلماء ان الغضب والضيق والحزن والحاجات اللي جوايا بتحصل لان انا عندي مشكلة في تلقي الاشياء فالعبرة في الناظر لا في المناظر وعشان كده المشكلة في المتلقي هل بيعرف يقرأ ولا ما بيعرفش يقرأ سلام التفويض محتاج حد بيعرف يقرأ هنشوف ازاي نعرف نقرأ ولكن ده هيكون بعد الفاصل ونرجع لكم مرة تانية ونكلمكم عن سلام التفويض وازاي نقدر نعرف نقرأ اقدار الله ونتخلص من الامية في هذه القراءة ترجمة نانسي قنقر